معنا من بيروت مراسلتنا لاريسا عون المشاورات مستمرة ممد إمكانية التوصل إلى تفاهمات تعجل بتشكيل هذه الحكومة حسب ما ترين لاريسا نعم فضيلة التفاهمات والتسريات هي الطريقة الوحيدة لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية وأسوأ الأزمات الاقتصادية التي تواجه لبنان يوم غد الاثنين تنطلق المفاوضات الجدية لتشكيل الحكومة سيكون هناك العديد من اللقاءات والاتصالات ونترقب لقاء بين الرئيس المكلف سعد الحريري وممثلين عن الثنائي الشعي حركة أمل واحز بالله وممثل عن التيار الوطني الحر الأجواء الإيجابية فضيلة التي بثتها أوساط الرئيس المكلف وأوساط رئاسة الجمهورية لا تعكس بالضرورة الصورة الكاملة أو الحقيقية للوضع لأن مفاوضات التشكيل وحسب التجارب السابقة لم تكن يوما مهمة سهلة ومسهلة وقد تصطدم بالعديد من العراقيل خاصة في ظل مساعي الأحزاب الرئيسية بالحفاظ على مكاسبها وعند بدء البحث في توزيع الحقائب الوزارية في ظل تمسك الثنائي الشعي بحقيبة المالية وحزب الله بحقيبة الصحة أو إحدى الحقائب الخدماتية الرئيسية وطبعا الشروط والشروط المضادة إذن في الأيام المقبلة تتوضح أكثر الصورة وما هي المطالب لدى الفرقاء الرئيسيين وما إذا كانت هناك عقد رئيسية تحول دون ولادة هذه الحكومة خلال الأسبوع القليلة المقبلة كما يترقب بعض الأوساط المقربة من الرئيس المكلف شكرا لاريس عون من بيروت